الخبر الأبرز اليوم هو تنفيذ مراجعة فوتسي راسل نصف السنوية في سوق سعودية حيث تمت ترقية سهم بوبة العربية من مؤشر شركات المتوسطة إلى مؤشر شركات الكبيرة وتم ترقية سهم تكافل الراشحي والخدمات الأرضية من مؤشر الشركات الصغيرة إلى الشركات المتوسطة بإضافة لذلك تمت إضافة شركة جمجوم فارما إلى مؤشر الشركات المتوسطة وتم خفض تصنيف اسمنت الجنوب من مؤشر الشركات المتوسطة إلى مؤشر الشركات الصغيرة طبعا كل هذه الأسهم شاهدت ارتفاعات باستثناء اسمنت الجنوب نرى التراجعات الكبيرة عليه بنقطة ونصف النقطة المئوية في السوق الإماراتية أبرز تغييرات كانت ترقية إعمار للتطوير وكيو هولدينغ من مؤشر الشركات المتوسطة إلى مؤشر الشركات الكبرى أسهم برجيل وفينيكس وبريسايت في سوق أبروضبي دخلت على مؤشر الشركات المتوسطة مالتيبلاي خرجت من مؤشر الشركات الكبرى إلى مؤشر الشركات المتوسطة وخرجت دانا غاز من مؤشر الشركات المتوسطة إلى مؤشر الشركات الصغيرة في السوق القطرية المراجعة النصف السنوية كشفت عن إخراج خمس شركات من مؤشر شركات ذات الرأس المال الأصغر وهي شركة بلدنا شركة مخازن شركة المناعي وشركة قطر الوطنية السمنت ومجموعة المستثمين القطريين خرجت هذه من مؤشرات فوتسي الرسل المتوسطة أما في الكويت فشهدنا انضمام أربع شركات إلى مؤشر شركات صغيرة وهي الكابلات والبنك الأهلي الكويتي وعقارات الكويت وشركة التجارية العقارية هي أيضا من الشركات الكبرى في القطاع العقاري ولذلك نرى هذه التراجعات على السهمين العقاريين الذين خرجوا من المؤشر بالإضافة إلى ذلك تم رفع وزن الكويت في المؤشرات فوتسي من 18 نقطة المئوية بحوالي خمسة نقاط أساس إلى 0.86% وهذا الأمر رفع قيم التداول بقوة في السوق الكويتية لتتجاوز 80 مليون دينار هذه الأسهم الأكثر تداولة اليوم في السوق الكويتية تداولات كبيرة جدا على سهم بيتك بحوالي 34 مليون دينار تقريبا بارتفاعات ب17 نقطة المئوية أيضا ارتفاعات على سهم الوطني وسهم البنك الأهلي وسهم ميناء عقرية إنما الارتفاعات واضحة اليوم كانت على أسهم القطاع البنكي هذا واضح أنه يعطي إشارة أنه السوق لم يتأثر سلبا في نظرته لأسهم البنوك بقرار خفض الفائدة في الكويت بربع النقطة المئوية اشتركوا في القناة